بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم معكم عمر إبراهيم في سلسلة دروس دورة الأتوكات الدورة المجانية المتقدمة اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي لوجه الله وصدق جارية على روح أمي اللهم اخفر لأموتنا وأموت المسلمين اللهم أمين اليوم إن شاء الله هتكون المحاضرة العاشرة من دورتنا التطبيقية على مشروع فيلا دورين خلونا نبقى هتوجه إلى الصف فولدر الخاص بمحاضرة اليوم ستوديو دورة الأتوكات الدرس العاشر في الدروس السابقة جبنا صورة وسكلناها زبطنا الإسكيل بتاعها من حاجة سابتة وبعد كده رسمنا البلان الخاص بالدور الأرضي وإحنا مركزين على البلان الخاص بالدور الأرضي علشان هو ده اللي هنطلع منه بقية الرسومات سواء معماري أو الإلكترو ميكانيكال وحتى الإنشاء وسمنا ده المين بلان ده الفايل اللي أنا شغال عليه وبعد كده جبت فايل خاص بيا اللي هو الفريم تمام وخدت من هنا الفريم والرسمة بتاعتي وجمعتهم في أول لوحة تنفيذية عرفنا المرة اللي فاتت إزاي أجيب فريم من شركة أوتو ديسك ولو أنت عندك فريم زيه عرفنا إزاي نعمل الفيو بورت وعرفنا إزاي نظبط إعدادات الورقة ونظبط الإسكيل اليوم إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث حاجات مهمين أول حاجة إزاي هننصك الرسومات عشان نقدر نكون المشروع بتاعنا برنامج الأوتوكات أنت بتجمع مجموعة رسومات جمعها بعض فبيكون لك مشروع تمام كده يعني رسمة للمسكة الأفكي للدور الأرضي زي ما أنا مسامي كده جراون دي فلور بلان ورسمة تخص الدور الأول الفيلا بتاعتنا دورين وأيضا رسومات تخص الكهرباء ورسومات تخص الأسقف وهكذا طيب أول حاجة تنصيق الرسومات عشان نكون المشروع أنا عملت فولدر كده نيو فولدر فولدر فاضي هو وسميته مشروع الفيلا التطبيق لدورة الأوتوكات خلاص كده طيب وبعد كده هخش جوه أو هجيب أول رسمة بتاعتي دي اللي أنا خلصتها وحفتحها لكم وأورها لكم وأدخلها في الفولدر ده خلاص كده المكان ده اللي هو في المحاضرة العشرة هيفضل ثابت مش هيتغير لازم تسبت المكان بتاع الرسومات علشان هتفهم أمر مهم جدا جاي اللي هنشتغل به على طول اللي هو الاختصار بتاعه لو دخلت هنا قدي الرسمة بتاعتي الرسمة بتاعتي دي رسمة معماري للدور الأرضي طيب حابب أقسم هنا فولدرات للمشروع بتاعي بكل بساطة هعمل نيو فولدر الفولدر الأولاني ده هيبقى خاص بالرسومات المعمارية والاختصار بتاعها واحد شرطة وهدوس ايه يعني اختصارا لاركتكشور خلاص كده طيب هعمل فولدر تاني أو هاخد من ده كوبي كنترول سي كنترول في وأمعامل رينيم إن ده هيبقى اتنين وهسميه اس اختصارا لستركتشور لو هعمل رسومات إنشائية تاني بعد كده كنترول في هعمل رينيم لده وأسميه ثلاثة وحسميه فرنيتشر اختصارها اف تمام يبقى اي رسمة معماري هحطها في الا اي رسمة إنشائية هحطها في الاس اي رسمة تخص الفرش المعماري يعني هحطها هنا كنترول في تاني هعمل مجلد تاني أسمي ده اربعة شرطة سيلينج الاختصار بتاع الس خلاص كده فكده انا اعتبر المشروع بتاعي ده الصف فولدر الاساسي وقسمت جوه معماري انشائي فرش سقف خلاص كده يبقى اي رسمات تخص المعماري وهكذا هتتحط في الفولدر بتاعها الرسمة بتاعتنا دي احنا قررنا هتبقى هي دي المعماري الاسم بتاعها حتى لازم يساعدني بما اني خليت الرسمات المعماري الرمز بتاعها ايه فكتبت هنا ايه 101 يعني معناها الرسمة الاولى هي 101 هو رقم واحد هي الاولى يعني ground floor plan وخليت الاسم كله لازق جنب بعضه بالكابتل يبقى كده انا نصقت اول لوحة خلصتها وحاسحبها كده drag and drop في الفولدر ده هنا وخش هنا جميل بص الملف لازم يبقى مساحته صغارة كده مش كبيرة ومتنصق خلينا بقى نبدأ من الفايل ده او من الرسمة دي علشان ننتقل لتاني حاجة في محاضرتنا وهي ازاي تعرف ترسم السلالم في برنامج الاطوكات وبعد كده هننتقل على اخر جزء في محاضرتنا اللي هي تخص اني ازاي هنطلع من الرسمة دي المسكة الافقي للدور الاول هنمسك الرسمة دي click شمال اسحبها drag and drop في البرنامج ونسيبها حملت وفتحت قدامنا بالمنظر ده دي اللوحة النهائية للدور الارضي اللي انا عملته هو نفس اللي شرحته في المحاضرة اللي فاتت جبت الفرين بتاعي على هيئة block حطيت ال data بتاعتي هنا فتحت mv viewport وعملت له scale زي ما انا كاتب هنا scale واحد لمية حجم الورقة بتاعي a3 ونصقت الرسمة بتاعي الناس اللي عايزة الجزئية دي تتراجع تاني ازاي ازبط الكلام ده اجيب block وازبط اعدادات الورقة وال scale تكلمي او انا هبقى اشرح الكلام ده تاني خلص يبقى اول حاجة ده كده نصقنا اول رسمة عشان نكون المشروع بقى بتاعنا الرسمة دي خلصة نهائية السلم انا عملته لكن انا هشرحه لك بالتفصيل طيب ندخل الموديل ونراجع الخطة بتاعتنا بتاعت سير الدورة احنا شغالين على الرسومات المعماري هننهي المساقط الافقية ولو فيه قطاعات او لو فيه تفاصيل هنعملها تمام كده دي اول حاجة قربنا نخلصها هنا انا جبت لحضرتها اتكلت نمازج للسلالم السلم العادي اللي هو ابو قلبتين او ثلاث قلبات لو الجزئية دي اللي هي انا عمل سليكشن علىها دي كبرت هيصبح السلم ثلاث قلبات سواء بتطلع شمال او يمين ازاي تعمل السلم بطريقة صحيحة وسريعة ازاي تعمل سلم دوران زي كده ويكون عرض القلبة مية وعشرين سانتي والفراغ كده ممكن البادي يبقى من هنا او ممكن يبقى من هنا ازاي توزع الدرجات المراوح او السلم اللي هو ليه كيرف او الدرجات تكون متنسقة ازاي توزحها بالطريقة دي دولة التلات حالات بتوع السلالم في برنامج الاوتوكات لو انا هستعين بالهيكل ده كده علشان اقدر اشرح لك تاني السلم ازاي ده يترسم استعين باول درجة ودي دلوقتي انا لو عندي سلم زي كده وعاوز ارسمه بكل بساطة انا برسم الحدود الخارجية والحدود الداخلية بحيث مثلا انا عاوز القلبة عرضها متر وعشرين انت فاهمين يعني ايه قلبة مجموعة من الدرجات القائم والنوائم القائمة بتبقى ما تزيدش عن 18 سنتي ارتفاحها عشان ما تكعبلش والنايمة ما بتقلش عن 25 طيب بكل بساطة لو انا عايزة لسلم ده بعمل على الخطين دولة ده خط اللي هو بتاع الدرجة وده النويز اللي هي بتبقى 3 سنتي الانف تمام؟ الخط ده بيبين لي ان كأني ده الحدود بتاعت او الوش بتاع القائمة خلاص كده طيب انا هعمل على ده select وهختار امر copy اللي هو اختصاره co واجي من عند النقطة دي وامساحب الخط بتاعي كده كأني هنسخ بس انا مش هنسخ واحدة هلمح بعناي هلاقي option تحت اسمه array او ادوس حرف l-a اختصاره كده فبيقول لي انت عاوز array بتاعك كام درجة؟ انا بالتالي عايز عشر درجات عشرة space وبصوا هو جاهز معايا انه ينسخ لي طيب لو انا عارف النايمة بتاعتي اللي هي 28 هقوم كاتب point 28 وخلص الامر ولو انا مش عارف عايز اوزع الدرجات بتاعتي دي على مثلا الخط ده الخط ده مثلا هلاقي تحت fit تمام؟ فمعناها انه يوزع للعشرة دول دولا ولكن الطريقة الصحيحة انا عارف ان النايمة بتاعتي 28 فحكتب point 28 space خلص الامر هعمل escape بصوا كده انا وزعت الدرج بتاعي بطريقة صحيحة ازاي؟ بكل بساطة لو انا في هنا درجات حابب اكملها لكن مفيش انا هعمل select على كل دول واعمل ام اي ميرور وااجل ان النقطة دي ده الميت بوينت اللي هو هياخد المجموعة دي يقلب هالناحية دي فيعتبر ده الميت بوينت لو سحبت كده لتحت ودست فحقول له لا هو بيقول لي ان هو هيمسح الاصليين اللي خد منهم السورس يعني هو ده السورس اللي عمله ميرور فبيقول لك امسح فحقول له لا بس كده لازم اقلب الكلام ده طبيعي اني ببقى طالع كده لو ده البادي بتاعي كان من هنا فاداش وخط من هنا فالحركة دي هنا لازم تتقلب اعمل select على دولة تاني واقوم من الميت بوينت اللي انا واقف عنده اللي هو الخط ده مثلا فالميت بوينت امسحب كده فهقول له المرة دي yes اللي هو ايه ياخد لي ميرور ويقلبهم لي يعني علشان الخط يبقى كده بما اني طلعت كده لو عملت polyline polyline ما شرحناش عنه كتير مثلا كده وبالف كده لغاية هنا وبالف كده مثلا لغاية هنا وقوم عامل كده 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 لو البادي بتاعي من هنا يبقى فعلا شكل السلم ده كده صحيح حط التركيم زي معجبك وحفاهمه لك طيب ننتقل للحالة التانية لو انا عندي سلم دوران اول حاجة انت بترسم الدايرة بتاعت حضرتك وبتبقى عارف الفاضي قد ايه مثلا يعني معنا كده الفاضي ده سبعين وسبعين مية واربعين وبعد كده بتبقى عارف اني القلبة بتاعتك الدرجة قد ايه تمام وبترسم الخط والخط اللي هو بتاع النويز بتاع السلم وبتعمل سلكت على الكلام ده وبتطلع هنا تختار polar array فبيقولك حدد لي البيز البيز هي نقطة المركز دي فراح موزع لي الدرج بالشكل ده طب وبعدين انا فهمت ايه حاجة هنا هقوله انا عاوز كام درجة انا عاوز عشرين درجة شايت هنا فوق items 20 enter فعمل لي عشرين درجة متوزعين بطريقة صحيحة ولكن في الدايرة كلها طب انا عايز السلم ده اشيل منه ربع او اشيل منه نص عشان يوزع لي بيئات الدرجة دي هتلاقي تحت فيل بيقولك 360 درجة يعني معناها 360 درجة يعني الدايرة عاوز اخلي السلم يبدأ من الربع بس ما يبدأش ما يكونش متوزع الدرجة على الدايرة كلها فحطرح من 360 90 يعني معدها 270 enter يبقى انا كده السلم بتاعي ابتدى يتوزعه لو خلت البادي من هنا وهكذا اخذ بالك بعد كده هلاقي ايه هقوله هنا closed بعد كده اعمل ايه امر TR trim واجه عند الخط ده وعند الخط ده ااكد الامر وام طير اللي انا مش عاوزه ده مش هيحصل له trim هيحصل له PR break من النقطة دي واسحب كده وبعد كده هات دي هنا هات النقطة دي اسحبها لغاية هنا بكل بساطة offset مثلا اتناشر enter كده وقفل تراوزين بتاعك وهكذا ممكن كده مثلا انا بس بوريك مثلا مثلا لو حابب تحصل على سلم ده السلم ده بيعتمد على الديامتر او نص بكترة او طول الحاجات دي انت بترسم دايرتين والخط بتاعك الاساسي وبيبقوا بالشكل ده بيبقوا جروب حابب تفجرهم تدوس X خلاص بقى كل حاجة منفردة على حاجة وبتحصل على شكل السلم بالشكل ده والخط اللي في النص ده بتعمل offset offset من النص بلقطة زي ما علمتها لك لحد هنا تقوم واخد لحد فهم وهكذا تكمل رسمه الحالة الاخيرة لو انت حابب توزع سلم وهيجيلك فيه دوران بالشكل ده والرقم اللي هنا ده حاببين نغيره بطريقة سريعة اول حاجة اعمل select على ده او بلاش اتوجه لأمر array اللي هو path array بيعتمد على مصار اخترت ده بيقول لي تحت select object هما دول الobject بتاعي space بيقول لي select path curve الباث بتاعي هو الخط ده ده خط متصل معمول عن طريق polyline لو عملت select كده راح موزع لي الدرج بتاعي ده بمسافات كده طيب ركز بقى معي هو هنا بيقول لك فتح لك هنا في ال option ده رقم هنا اسمه between طبيعي انا عاوز النيمة تبقى 30 سنتي او 28 سنتي يعني اخلي الرقم ده 30 مسلا وادوس enter فراح منصك للدرج اصبحت النيمة دي 30 او اعملها انت 28 براحتك انا كنت اعمل select على الخطين والعدد ده افنش الامر finish كده اصبح جروبه ولكن انا الرقم ده محتاج اغيره اعمل select هنا وادوس افجره عشان كل حاجة تبقى لحد وعاوز انصك الارقام دي ما عدش كل شوية اعمل مش هخلص خليني اول افهمك اول امر يخص ال express tools حاجة هنا دي اوامر مميزة شوية فيه امر اسمه ال auto number اللي هو بيرتب حاجات زي كده لو اخترت الامر دولي تحت select object اختار الرقم ده واختار الرقم ده بنفس الترتيب يعني ما ينفعش تيجي تختار اللي بعده وتسيب ده اختار ده واختار ده اختارهم بالترتيب ده وده وهكذا لحد الاخر يعني اخترت الامر وبعد كده بسلك على الارقام دي بالترتيب من تحت الفوق حسب ما انا عاوز ارتبهم عاوز ارتبهم واحد اتنين تلاتة الى اخري كده كده وبعدين انت عملت select ال 18 شيء ادوس space فبيسألني سؤال هنا فحقول له select order عايز ادي order ماشي وبعدين بيقول لي انت هترتبهم واحد و اتنين وكده هقول له اه ماشي space فبيقول لي اختار من هنا override يعني معناها عدل لي الارقام دي بالترتيب override على دي يعني فهو مداز كده فحلاقي كل الارقام اتنصك واحد اين ثلاثة اربعة خمس ستة الى اخري بعد كده انتهت هبقى شوية يمين كده بامر move اثبتها ومش هتقدر تعمل online يعني تخليها محازها مع الدرجة كده احسن من كده بكده اكون شرخت لك رسمة 3 حالات انا رسمت هنا حالة بسيطة ما فيهاش اي اختراع حطيت ارقام ونفس الحكاية ونفس الحكاية هنا ده كان الجزء التاني من محاضرتنا وهو ازاي تفهم السلالم علشان ما نرجع لهاش تاني الكلام ده خلاص انا ممكن استغنى عنه select delete وخلي دي معايا ونرجع هنا دي الرسمة بتاعتنا متنصقة وجميلة وزاي الفول اخر حاجة حابب اقولها لك وانت في الرسمة الخاصة بالليه قاوت قاوت ال viewport ده لما تعمل selection عليه بتدوس click يمين وتفتح properties وتتأكد ان custom scale 10 يعني معنى كده scale 100 مش بس كده انا وانا اعمل selection عليه تحت بيبقى فيه افل كده بيبقى بالشكل ده فانا بدوس عليه عشان اعمل local viewport ده ما يتحركش ليه؟ عشان ممكن اشتغل من هنا ممكن اشتغل من هنا السريء السريء بدلا ما اخش الموديل لو دست double click كده دخلت بس كده خلاص ما بيتحركش سابت عشان انا اعمل له look ما بيروحش ويجي ولي scale مظبوط وقدر اشتغل من هنا واحدد اللي انا عاوزه يعني مثلا عايز اعمل هنا indication او رمز بيقول لي ان هنا الصفر المعماري وحط هنا بعد اربع درجات يعني مثلا احط منسوب 60 سنتي اللي هو 15 و 15 و 15 و 15 دي زيادة مثلا كده اربع درجات احط المناسيب مثلا وخلصت شغلي او مدايس double click برا هنا فيخرجني من دي الرسمة بتاعتنا وكده خلصنا انتقل لاخر حاجة مهمة انت لما نصقت الكلام دوت هتلاقي هنا ان انا سميت اللي او الده اسري لو دست click يمين كده بتلاقي امر بلوت بقى جاهز لو اخترت امر بلوت ده امر اتباعة هتلاقي هنا حطي لك الاعدادات بتاعتك اللي انت كنت عاملها يعني انا مسلا كنت مختار ورقة لو انت عندك برنتر بتطبع اختاره من هنا حطيت حاجة اسمها مونو كروم واحد لمية مرحلة والستي بي دي هنيفهمها في الطباعة دي بس حاجة مؤقتة وحلاء الورقة بتاعتي وحلاء الويندو جاهز واللسكيل ولو بصيت كده بريفيو بلاقي شكل الرسمة هي بعد ما زبطت السيتي بي شايفين التقيل والخفيف الدنيا كويسة ازاي يعني اعدادات الورقة اللي احنا عملناها اللي اسمها الباش ستوب مانيجر بتساعدك كمان ان الطباعة تكون جاهزة ومتنصكة ولو انت ضابت تخناتك كمان بتبقى بالشكل ده التقيل تقيل والخفيف خفيف يعني زي الحوائط والاشياء اللي انت شايفها خفيفة بتساعدك كمان في الطباعة لو دست بلوت بتطبع على طول ولو دست اجزت بتخرج لحد هنا تمام اخر حاجة بقى احنا ازاي عايزين نطلع من الرسمة دي المسكت الاوفوكي للدور الاول لان ده الدور الارضي بكل بساطة انا خلصت شغلي هنا وقم قافل الفايل بتاعي او الرسمة النهائية دي هقول له رتب لي هنا group by type مش احنا اتفقنا اني الفولدر اللي اسمه ايه ده في الرسومات المعماري يبقى انا عندي اول رسمة معماري للدور الارضي وده p a key بتاعها ال pickup خليه ما تمسحوش دلوقتي الملف بتاعي بص صغير ومظبوط ازاي بكل بساطة هبدأ من هنا هعمل سلكت هنا واقول control c واعمل control v فانا سخلي نفس الملف ده تحت ولكن هبدأ اعدل عليه من اول name اعمل حكايني بعمل rename امسح كلمة copy والشرطة اللي جنبها دي وهخلي ده 101 يبقى لقى 102 وقوم دايس هنا مش بس كده انا عاوز 102 ده مش هيبقى ground لكن هيبقى ايه هيبقى first هيبقى first تمام كده يبقى انا عندي 101 ground 102 اللي هو first بس الرسمة دي هي دي ها فعلا هي هي ما انا همسك بقى الرسمة دي وامسحبها وداخل بيها على البرنامج واعدل خالص هتبدأ اتعدل من هنا طب هبدأ اعدل ايه من هنا الكلمة دي تبع ليه قوت اه فهعدلها اعمل عليها click main وقول له edit عايز اعدلها دي طريقة لتعديل التكست اسمها edit text one وهفاهمها لك يعني تكتب هنا بالعربي كأنه بالانجليزي فيترجملك هنا البرنامج ما بيكتبش عربي فانت بتكبره ان يكتب عربي ده تكست عربي اسمه shape يعني شكل يعني معلنا من قصة التكست دي هنبقى نعمل عنها فيديو توضيحة اكتر انا لما عملت double click على الاسم ده عشان اغيره هيبقى المسكت القفكي للدور الاول هكتب كده بالانجليز زي ما هو المسكت القفكي للدور الاول انا بكتب بالانجليش اه لكن ده بالعربي اوكي بصو كده الكلمة المسكت القفكي للدور الاول الكلمة دي عايزة تتصلح الطه هنا بايزة يعني معناها اجي هنا فين ادي دي الطه اعمل كده بس خلص الحرف اللي تلاقيه بايزة اما تعمله shift والحرف او اما تمسحه وتعيده المسكت القفكي للدور الاول طيب والتيكست ده محتاج يتعدل محضرتنا مفهاش شغل كتير ولكنها مهمة جدا 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 محتاج اغير الجراوند دي اخليها اول حاجة زي كده بعد كده اجي هنا اغير الحاجات السابتة خلص اسمه الراجل مش اغير فيه وهنا وهنا العنوان المسكت القفكي للدور الارضي لا انا هخليه الاول خليني اعلمك حركة صائعة شوية خد من ده كوبي سي او وهاتو كده مثلا ده جنب ده انا عايز ادي مواصفات الخط ده للخط ده ام اي متش بروبرتس ده اديها لده فبقى زيه تعال هنا امسح ده تعال هنا امسح ده ديليت هات ده موف حطه هنا تعديلات حجرها على البلان ده اللي هو شبه الارضي عشان يتحول للدور الاول من حيث البيانات كلها ما انا عملتها مرة واحدة مش هغيرها تاني او مش عادي اللي عملته تاني اللي هو تنصيق الورقة والبلوك الكود الكود ده هو هو انا عارفه double click او اعمله edit text وهغير ان دي تبقى اللوحة 2 ده كود انا عارفه متشغلش انت بلك بيه يعني ده كود انا عارفه متشغلش بلك بيه نفس الـ scale نفس البيانات السابتة في البلوك الرسام محمد ابراهيم والمصمم عمر ابراهيم والاستشاري بتاعنا حبيبنا استاذ محمد نور كده انا خلصت هنا لسه عندي هنا حاجة عايزة تتظبط خليني اعلمك حاجة في البلوكات بالمرة لو انا عندي ده بلوك وحابب اعدل عليه بكل بساطة انا بعمل select عليه وادوس كليك يمين ركز معي اهو وادوس كليك يمين فبيقول لي بلوك اديتور لو ضغطت على دي فبيوديني لفايل كده رحت للبلوك بس هو مفرط بقى واعدل اللي انا عاوزه تمام اشيل اسم احط اسم كل الكلام ده تمام فانا لو عملت select على دي اهي وقلت edit text وهخليها to خلاص كده وحلاقي هنا علامة صح ادوس عليها فبيقول لي انت عايز تسايف اللي عملته في البلوك ده فحقول له safe ويرجعني الهنا وحلاقي اللي انا عملته اتعدل دي طريقة لو انا حابب اعدل في البلوك عن طريق block editor الطريقة التانية لو انا حابب اعمل select على البلوك وادوس click mean فبيقول لي ان انت تقدر تعمل edit block in place يعني تقدر تعدله هو في مكانه هنا لو اخترت الاختيار ده فبيفتح لي دي فبقول له اوكي فلاقيت الدنيا ظلمت كده شوية لكن فيه highlight على البلوك بس يبقى انا اقدر اعدله وهو هنا وانا شايف الشغلة حوالي علشان لو حابب انسبه او ازبطه مع شيء يعني فدي طريقة مهمة المرة دي حابب اغير الكلمة دي اعمل select هنا اقول له edit عايز الكلمة دي تبقى F I R S T first floor view واقول له هنا بعد ما خلصت تعديل خلاص في block in place هلاقي هنا اخر حاجة edit هلاقي من ضمنها هنزل كده هلاقي حاجة اسمها save shank ادوس عليها واقول له اوكي فعلا سيفلي اللي عملته في block فارجعت الرسمة فتحة تاني زي full وعدلت في block الكلمة دي وعدلت هنا كده انا عبدلت في sheet من هنا لكن الرسمة من جوه محتاج اخش اعدلها قام ما اشتغل من هنا ما فيش اي مشاكل يعني ادوس double click على viewport واقدر اشتغل خلاص ما انا عامل locate لل viewport اشتغل من هنا احول الدور دوت بدل ما هو ارضي احوله للدور الاول بحيس الاعمدة شيء ثابت مش هغير فيها حاجة الاكسات والمارك شيء ثابت انما من اول هنا البوابة مفيش بوابة الدنيا دي هتتحول ولا دايمنشان بتاعها ده ليه لازمة الجراش ده مش هتبقى جراش ما انا طلعت بقى فوق طب اتخيل قصدي الجزئية دي اتحولت هبدأ اعدل في الرسمة مفيش بوابة ما انا كائني فوق ممكن الشمعة دي تبدأ من الدور الارضي وبتنتهي عند سطح او عند سقف او بلاطة الاول يعني مش هتبان خلاص جزئية السلم بالدرج دي مش هتبان الجزئية دي ما بقاش لها لازمة حتة المدخل بالجزئية دي برضو امتهت لكن العمود زي ما هو المقاسات دي الكلام ده خلاص جزئية المطبخ وجزئية المقاسات بتاعها والديمنشان دي كلها هستغنى عنها الشباج ده هخليه كنترول زد خلي الشباج بالديمنشان بتاعه الحيطان دي لو عمد سلكت عليها هلاقي انها يعني حائط مش كامل زي مثلا تربزين او دروة هتتحول لحائط كامل يعني match properties من ده لده لده حدود المبنى بتاعي بقى بس ده المسكة الافقي للدور الاول بدلة اللي مالوش لازمة وبزبط كل حاجة ده بسحبه لغاية هنا مثلا المسميات والفراغات هتتضبط نفس الحكاية match properties شايفين ازاي انا بنتج بلان جديد لدور جديد من البلان اللي كان عندي اقوم عامل خط اختار layer اللي هو ده وقوم عامل خط مثلا هنا كده من هنا لغاية هنا ثكنس الحائط 25 offset 25 وقوم ساحق كده trim على العمود واكد الامر وقوم بنظف كده بحبريكوا طريقة ازاي تنظف الشمعة دي انتهى دورها delete بتبان بس في المسكة الافقي للدور الارضي الجزئية دي طلعت بالسلم من تحت ووصلت هنا لقيت غرفة نوم ولقيت معاها ملابس ولقيت معاها حمام مفيش حاجة تغيرت في الجزئية دي سابتة الناس كانوا عاملين في الحتة دي مفرغين لكن انا لغيت الفكرة دي كانوا فتحين يعني في البلاطة انك تقدر تشوف من الدور الاول للدور الارضي دي فكرة سيئة جدا فانا لغيتها الجزئية دي سابتة وطلع معايا ببص برضو من هنا بلاقي شكل الجنينة وبلاقي الجزئ ده وهقسم الجزئية دي لاثنين اوضة كبار جدا بحماماتهم زي ما الاوضة دي بتتمتع بملابس وحمام هقسم هنا بكل بساطة لو اخترت امر الول اللي انا واقف عليه هقفل من العمود ده لحد العمود ده واخد افست اتناشر كده هدي هعتبر ان الاوضة بخشها من هنا وبعد كده الغرفة بتاعتي دي ممكن اقفل كده من هنا لغاية هنا او معامل افست برضو بياخد اخر افست ادي اتناشر كده وفرضنا فكرة ماشي تبقى احسن ولو ان الحمامات ماشي خلينا نقفل هنا او نعمل اي اكس لحد هنا اللي هما الخطين دولت مش فاهم نقول له ايه انتر اكستندد كده وخلينا نمد لغاية هنا اكستندد ده ماشي اهمك انا بعمل ايه؟ لو اعتبرت ان دي اوضة ودي اوضة كبيرة والجزئية دي هقسمها نصين هيبقى حمام بيخدم الاوضة دي وحمام بيخدم الاوضة دي طب خلينا افكر كده زي ما هو اعملها بس انا هزبط شوية لو فرضنا ان انا خدت خط عمل كده واخد منه خط من النص كده كده مثلا وده البد ده واقول افست علامة زيرو ستة كده وكده ده حقة مثلا الاثناشر اما تخيل لو دخلت كده حلو يبقى اي اكس امد لحد هنا انا طبعا اوامر التعديل دي شرحتها في الاول فمش محتاج افص بحيس ان يبقى دي اوضة وبتتمتع بحمام ودي اوضة بتتمتع بحمام وهفتح مكان الابواب واركب ابواب زي كده وحط فراغات وخلصة الليلة وبع كده الجزئية دي خلتها معيشة كبيرة خاصة فيها صالون وفيها طعام تاني الحتة دي كانوا هم عاملينها فضية كانوا فاتحين فيها بويد انا لغيت الفكرة دي وكده قدرت استفاد بالدور اللي فوق فكده انا حولت الرسمة بتاعتي اللي كانت في الدور الارضي حولتها انها تبقى الدور الاول بكل بساطة وهي دي الطريقة الصحيحة ادوس double click عشان انا كنت تشغال من فيو بورت وخلاص حرك ده وممكن اخش الموديل اشتغل من هنا يبقى الخطة بتاعتنا المعماري المساكت احنا يعتبر كده خلصنا المساكت ده المساكت والرسمة بتاعتنا اللي هي برا ادي ده الدور الارضي يبقى انا كده يعتبر خلصت بلانين المعماري الدور الارضي والدور الاول وافنشهم خالص انا مع نفسي عشان مضيعش وقت حضراتكم هفتح هنا ابواب يعني هفتح باب واركب ابواب زي دي وافتح الشبابيك واظبط الكلام ده وبكده حبقى نهية المساكت وهحط dimension هعدلها وهحط text يعني مش اختراع كده انا متأكد ان الرسمة بتاعتي مظبوطة جدا والحدود وقع مع بعض والاكسات وقع مع بعض وكل حاجة مظبوطة مع بعض فهي دي الطريقة الصحيحة خدت بالكو انا عملت ايه اخر حاجة واخر ملحوظة مهمة في كل فايل يعني مثلا ده فايل اوتوكات متحطش فيه اكتر من رسمة واحدة يعني ايه دي رسمة واحدة اللي هي موديل ومعمول لها sheet هنا ممكن اعمل كذا sheet لكن ما عملش كذا رسمة في فايل واحد هي دي الطريقة الصح اذا عاوز تبدأ رسمة بالاوتوكات وتبقى مهندس منظم شغلك وتبقى مهندس بتعرف ازاي تطلع رسومات تنفيذية بكده اكون وصلت لنهاية محاضرتي شرحت النهاردة كذا حاجة مهمة خليني ارجحهم مع حضرتك اول حاجة عملنا اللي نصقنا فيه الرسومات عشان نبدأ نكون مشروع وبعد كده دخلنا جوه قسمنا فولدرات تاني فولدر معماري ادينا له رمز ايه فولدر للانشاء ادينا له رمز اس فولدر للفرش وسمناه اف اللي هو الفرنيتشر وفولدر يخص السقف اللي هو السيلنج وهكذا هيبقى فيه برضو فولدرات متنوعة وبعد كده الرسمة النهائية بتاعتنا كان اسمها جراويند فلور بيلان وارتها لكم من جوه خدنا منها كوبي وعدلنا من اول الاسم عشان نقدر نكون الدور التاني لو قدرت تنصك مشروع صغير بدورين هتقدر تنصك مشروع ان شاء الله يكون فيه مية دور طالما انت فهمت الفكرة وكده نكون كأننا حصلنا على المسكة الافقي للدور الاول كده احنا خلصنا الرسومات المعماري للمسكة الافقي والدور الاردي انا هنصك دي مع نفسي والدرس الجاي هنبدأ مرحلة جديدة ازاي نستخرج من الرسمتين اللي احنا عملناهم الاردي والاول هننتقل لمرحلة جديدة مهمة ازاي هنعمل الرسومات الخاصة بالفرش الاثاس وهنعملها بطريقة صحيحة اللي هي هنستخدم فيها امر اكسرف الى اللقاء في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته